شاركت سعادة سيدة فاطمة بن جعفر صير في وزيرة السياحة في الاجتماع الثامن لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء المسؤولين عن السياحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي استضافته دولة قطر الشقيقة وترأست سعادتها وفد مملكة البحرين المشارك في أعمال الاجتماع منوهة بأهمية هذا الاجتماع وما يتيحه من فرص لتبادل التجارب المشتركة في تطوير صناعة السياحة على المستوى الخليجي إلى جانب تعزيز إسهامات قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي ورفعها إلى مستويات أعلى وتعزيز التسويق المشترك لمنطقة الخليج وزيادة جاذبيتها وقدرتها على تقديم المزيد من العروض النوعية للسياح وأشارت سعادتها خلال الاجتماع إلى منجزات ومبادرات مملكة البحرين في تطوير قطاع السياحة وتعزيز البنية التحتية السياحية لافتة إلى اختيار المنامة عاصمة للسياحة الخليجية لعام 2024 وأكدت أن مملكة البحرين انتهت من استعداداتها للاحتفال بهذه المناسبة المهمة دعية الجميع للمشاركة في الفعاليات التي ستنظم في هذه المناسبة المميزة وتطرقت سعادة الوزير الصيرفي إلى عدد من المقومات والمنجزات السياحية المميزة في مملكة البحرين منوهة على صعيد متصل بضرورة تعزيز التسويق السياحي المشترك وتبادل الخبرات في مجال إدارة الموارد السياحية وتطوير المنتجات السياحية المبتكرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر